لا لدينا نظام مصرفي لا لدينا قطاع خاص كلها نبيع نفط ونوزع رواتب باتشر فقط إذا نزل سأر النفط يصير لدينا انهيار اقتصادي اليومين إذا باتشر أمريكا فرضت عقوبات على مجموعة مصارف الدولار يصير بألفين وبعدين تعالي تحمل ودفع رواتب لا أحد يستطيع تحمل انهيار اقتصادي هذا واحد اثنين إحنا اليوم أستاذ علي احترامي الشديد احنا سماء الدخل ولا هاي وجهة نظرة ما الفصائل المقاومة احنا اليوم وجود حكومة والكل جزء من هذه الحكومة والحشد قوة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة هذه الفصائل المقاومة نعم أستاذ ماجد ولكن كذلك وجود محتل وجود محتل لا يحتل السيادة في هذه الحكومة بس خلي اكلمك أستاذ بس خلي اكمل لك أستاذ والله انا لا قاطعتك ولا شيء احنا اليوم من يكون اكو فصائل مقاومة يجب ان تعلن الدولة إذا علنت الحكومة بأن هذه القوات محتلة حينها يجب أن يكون هناك مقاومة ولكن هذه الحكومة التي نحن كلنا اليوم باعتلاف إدارة الدولة وحتى القوى السياسية المقربة من الفصائل أشكلت هذه الحكومة وقالت بأنه يجب المضي بتفاهمات لإخراج هذه القوات ما ممكن أن تكون اليوم أن تداعم للحكومة في نفس الوقت مقاومة لجهة جابتها الحكومة هذه القوات ترمجت عن فراغ جت وفق اتفاقية جت وفق اتفاقية أمنية وجت وفق مطالب بعد دخول عصابات داعش إلى العراق حسنة صانيعة أمريكية صانيعة سهيونية هذا حج أنا أريد تمضيح للصورة مثلا البيشمرقة يعتبرون الأمريكان أصدقاء وحلفاء الفصائل الجيش العراقي هم يعتبر صديق الفصائل اللي هم أيضا جزء من الحجد الشعبي يا أستاذ ماجد الفصائل اللي هم جزء من الحجد الشعبي يعتبروهم أعداء واحتلال يعني ماكو منطقة وسط بين الحالتين يعني البيشمرقة يعتبروهم أصدقاء ومدربين وقصفهم ماكو منطقة وسط والحكومة اشتعتبروهم الحكومة اشتعتبروهم الحكومة العراقية اشتعتبروهم خلي تعتبروهم أما أن تعتبروهم أصدقاء المفروض أن الحكومة العراقية تعتبروهم أصدقاء أي شخص يأتمر بأمر القائل العام طيب وذا اعتبرتهم الحكومة باتشر ولكن إذا أكو فصائل أستاذ ماجد إذا اعتبرتهم الحكومة باتشر محتلين وغاصبين ولازم يخرجون الإقليم راح يحترم هذا الرأي مثلا الحكومة الحكومة أولا ما راح تختار هذا الاختيار جاوبنا على سؤالي الأقليم راح يحترم هذا الرأي هذا تروح تسأل قيادات الأقليم مو تسألني أنا صاحب القراءة